النهاردة ده جانب من التدريبات اللي بدأ الفريق بيأديها بانتظام استعداداً للقاء بطل غينيا الاستوائية المباراة اللي هتكون في بداية دور الـ 32 إن شاء الله لدور أبطال أفريقيا البطولة المهمة المرصودة في أجندة النادي الأهل لكن زي ما قلتلكوا العمل بيسير على كل الاتجاهات في كرة القدم الجهاز الفني الحالي بيأدي كل هذه المهام بحرص شديد جداً رمضان صبح نجم الفريق انتظم في التدريبات مساء اليوم وكان اكتفى بأداء تدريبات بدنية حول الملعب في هامش المران الجماعي خلال اليومين اللي فاتوا والأهل زي ما قلتلكوا بيستعد بكل هذه الجدية للقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية سعد السمير ومحمد محمود الاتنين بيواصلوا التدريبات التأهلية انتوا عارفين انه سعد سمير كان مصاب في الرجبة ومحمد محمود كانت اجريت ليه جراحة في الرباط الصليبة كابتن محمد يوسف ايضاً في تجهيز العائدين من الاصابة كابتن شريف اكرام حارس المرمى الدولي الكبير بعد ما شوفي او من اصابته في الجراحة اللي استقصلت ليه بعض العزمة زيادة في الرجبة لكن انتظم في التدريبات في الفترة الاخيرة واكتمع معاها الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة مراوان محسن بعد ما رجع من اجاسته اكتفى بمران بدني خفيف وزي ما قلتلكوا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بيعكف على دراسة كل هذه الترتيبات في هذه المرحلة وبالمناسبة كان غاب من يومين وانشغل في الفيوم بتلقي العزاء في وفاة المغفور لها عمته بن شاطر الكابتن سيد الاحزان وايضا يمكن ابارح كان ايضا الأستاذ طاري انديل عضو مجلس إدارة النادي الاهل وشقيقه المستشار وسامة انديل كانوا تلقوا العزاء في مسجد المشير تنطوي بالتجمع الخامس في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقهما الأستاذ محمد انديل وحرص مجلس إدارة النادي الاهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء المجلس ولفيف الحياة من الأهلوية على مشاطرة الأستاذ طاري انديل والمستشار اسامة انديل الاحزان وتلقي واجب العزاء